السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لها يوم الجمعة 23 شباط فبراير القمر اليوم موجود في برج الأسد ورحي ظل موجود في برج الأسد حتى تمام الساعة 31 دقيقة من فجر يوم الغد السبب لينتقل القمر بعديها للعذرة القمر الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة إلى الربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 28 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر بما أنه موجود في برج الأسد معناته الناس من حولنا في هاي الفترة بكونوا أكثر كرماً مما اعتدنا عليه مادياً وعاطفياً بينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الأحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا أو أبنائنا ويمكننا نقترضي المال أو نستثمر أو نشتري أشياء ثميني مثلاً ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لعلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة أربعة وثمنتاشر دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار ممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف تدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن انها تعرضنا للفراق بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار طبعاً طويل فبدكوا تنتبهوا يوم الجمعة يعني ما في داعي انكوا تبدأوا بأشياء جديدة خلو المسار رح يبدأ الساعة أربعة وثمنتاشر دقيقة صباحاً من صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة وحدة وسبعة وثلاثين دقيقة من فجر يوم السبت لا يستقر القمر بعدها في برج العذراء هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعاً الحدث اللي رح يصير في فترة خلو المسار وهانتقال عطارد لبرج الحوت طبعاً الحلقة صارت موجودة على القناة بنصح الكل يسمعها لأنه فيها أشياء إيجابية حلوة كثير وبرضو بتعطيكوا دافع كبير لكثير من الأمور طبعاً بالنسبة لعطارد هو رح ينتقل الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحاً من صباح اليوم الجمعة رح ينتقل ويستقر من برج الدلو لبرج الحوت ورح يضل في الحوت بحركة أمامية حتى صباح يوم الأحد عشر ثلاث يعني برضو صباحاً ساعة أربعة ودقيقتين صباحاً يوم عشر ثلاث بنهي عملية وجوده في برج الحوت وبنتقل لبرج الحمل يعني فترة ممتازة للأبراج المائية والأبراج الترابية أيضاً فانصحكوا تسمعوا الحلقة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية عندنا اليوم واللي ما لازم أن نجري عمليات جراحية اليوم أساساً يعني ما لازم جراء العمليات الجراحية لأنه أول شيء مراحل اكتمال القمر وأيضاً مراحل اللي تتعلق بخلغ المسار فعشان هيك ما بنصح فيها اللي عندنا أول إشي القلب الشريان العورطي الدورة الدموية طغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظاهر والجانبان هذولا معني نهائي إلا إذا كان الطراري جداً وما في مجال التأجيل تنعمل ولكن إذا في مجال التأجيل لا تؤجل أفضل ماقي أعضاء الجسم طبيعة الحال لما بيكون القمر في مراحل الاكتمال عادة إحنا بنقول أنه يعني بلاها ولكن يعني في ناس بقول لك بدنا نعمل وروحوا بعملوا هم حرين ولكن انتوا حرين نهاية الفترة اللي بدوا يعمل حجامة أو بدوا يعمل لأمور تتعلق بالدم الزائد أو بدوا يتبرع بدم ما فيه أي مشاكل يعني حتى عمليات التجميل ما بنصح فيها ولا الجراحية بالنسبة لشعر لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي فقط الصبغ الحنة ولكن القص العلاجي لسه ما بدأت مرحلة طبعاً لا يصلح للقص العلاجي طبعاً انتقال للعذرة في حلقة الغد رح نتكلم عنه بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتم البدر عمره 14 يوم فيه يعني تمام الساعة 2.35 دقيقة عصراً بصير 15 يوم نسبة الإضاءة 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة 15% الآن ساعات الصباح سعيدة بنسبة 30% ساعات العصر سعيدة بنسبة 10% القمر في الأسد حتى يوم 24 اثنين منتحس الآن بنسبة 40% ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الدلو رح ينتقل للحوت ورح يظل في الحوت ليوم 10-3 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الدلو حتى يوم 11-3 منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثاور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% ورنوس في الثاور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم تعتبر هاي فترة مثمرة وإيجابية وقوية جدا بالنسبة لكم بتنجحوا بحملة ترويج أو لممارسة هواي مثلا أو طرح أفكار جديدة تتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي خلال هذا اليوم ولكن ما تبالغوا بالحضوظ زي ما حكينا في خلوم مسار ممكن تتلقى جواب أو عرض بتنتظره برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائدة وبتلمسوا توتر على الصعيد الشخصي أو العائلي ممكن تظهر خلافات، نقاشات، حوارات أعطال منزلية أو مصاريف طارئة أهم شيء إنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة، اتجنب العمليات الجراحية، اخذ فترة متقطعة من الراحة، وحاول إنك تستشير طبيبك إذا شعرت بشيء إلك أو لأحد أحباك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة بيكون لكم أيضا نوع من أنواع التحامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهمش إنك ما تتهرب منها، ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بتكثر الزيارات والتنقلات يعني يوم نشط جدا بالنسبة لإلك ولكن انتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك وبرضو انتبه لكلامك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم التركيز برضو على الأمور المالية فاليوم في فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهمش إنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي إنكوا تتفائلوا وتنطلق يعني مش ما زبط ما فيه ما رح يصير ما كله هاد اتفائل شوي رجان يعني برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية كمان بتعيدلكم نشاطكم المفقود لو لا خلو المسار يعني الأجواء ممتازة ووسعكم المبادرة بخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي أو توضيح وجهة نظركم والاهتمام بمظهركم تشعروا بالحماس الفائضة يبتنشغلوا بوضع حجر الأساس لمشروع جديد تمتلك أفكار باهرة وحلول مذهلة تبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء إنجاز أعمالكم أو تصريف أموركم أو التعامل مع الغير حاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك فعشان هيك حاول أنك تبتعد عن الضجيج عن الصخب عن الأمور المزعجة ولا تحسم قرار وما تكون لحوح أو لجوج لأنه ممكن يخذوا لك الحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وتتمتع بسرعة خاطر ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية ممكن اليوم يكون في لقاء داعم لأيلك ممكن اليوم يعني بواسطة يدعمك بمسألة معينة أهمش أنه ما تماطل وتشجع على العمل الجماعي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن حاولوا قدر الإمكان إنه ما تعصبوا وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بعضكم ممكن يسافر في رحلة أو يفرح لانفراج أو تسوي مهمة تهتموا بهواية جديدة في نوع من أنواع الحيوية وبتكون متحمس لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل قوي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها أو ممكن أنك تناقش موضوع مهم أو تجتاز امتحان صعب عالج الشؤون العائلية المهمة وما تطنش برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاهن من طرف ثاني حاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور شوية ممكن هيك تكونوا مرهفين الإحساس متوترين بسبب قلق ما فعشانيك حاذروا من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب وفي نوع من أنواع العصبية اللي ممكن أنهثير النفور مع الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم حاول تضبط أعصابك أنت الحلقة الأضعف خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم لأنه شوي هيك بتكن تنتبهوا لغذائكم راحتكم لا تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعوا ظروفكم الصحية وكونوا دقيقين ومنظمين حاولوا أن ما تدخلوا بأي مشاكل مع زملائكم بالعمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء